تحية طيب هذه إحاطة يومية بآخر مستجدات انتشار فيروس كورونا حول العالم أهلا بكم الإحصائية العالمية أشارت خلال ظهر اليوم إلى أن عدد المصابين في العالم بلغ أكثر من 3 ملايين و 789 ألفا و 214 حالة كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى قرابة 261 ألفا و 719 شخصا حول العالم أما حالة الشفاء فقد بلغت نحو مليون و 297 ألفا و 328 حالة شفيت حول العالم كما تشير الخريطة بداية من الولايات المتحدة التي بلغت حصيلة الإصابات أكثر من مليون و 247 ألفا و 871 إصابة مؤكدة فيما ارتفع عدد الوفيات فيها إلى أكثر من 74 ألفا و 369 أما الصين فقد سجلت 82 ألفا إصابة و 883 أما حالات الوفاة فقد استقرت عند 4 ألفا و 333 شخصا إيران سجلت نحو 100 ألف إصابة فيما بلغ عدد الوفيات فيها أكثر من 6540 حالة وفاة أما تركيا فقد تخطت حاجزة 131 ألف إصابة و 553 فيما تجاوز عدد الوفيات فيها 3720 حالة وفاة في ليبيا لم تسجل أي إصابة جديدة ليستقر عدد المصابين عند 63 حالة إصابة مؤكدة فيما حالات الوفاة استقر عند 3 حالات وتعافى 24 حالة أما دول الجوار والبداية من مصر حيث سجلت نحو 7400 وحالة إصابة مؤكدة أما حالات الوفيات فارتفع إلى 462 حالة وفاة أما تونس فسجلت حتى الآن نحو 1022 إصابة مؤكدة فيما استقر عدد الوفيات فيها إلى 43 شخصا بينما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 472 حالة مع تسجيل 4963 حالة إصابة مؤكدة أما المغرب فشهد تسجيل نحو 5319 حالة إصابة مع إضافة إلى وفاة 182 شخصا أما في باقي الدول العربية فقد سجلت السعودية نحو 30551 إصابة مؤكدة فيما تم الإعلان عن 210 حالة وفاة في العراق سجلت 2479 إصابة مؤكدة مع حالات الوفيات فارتفعت إلى 103 حالات الإمارات العربية المتحدة سجلت إصابة أكثر من 15492 أما حالات الوفيات فقد تخطت 151 شخصا في أوروبا سجلت إيطاليا 213 422 حالة إصابة مؤكدة أما حالات الوفاة فتخطت 29415 حالة وفاة إسبانيا تجاوز عدد المصابين فيها أكثر من 251 658 محالة الوفاة فقد بلغت 25813 حالة وفاة فيما بلغ عدد الإصابات في ألمانيا نحو 167211 إصابة مؤكدة فيما توفي قرابة 7000 شخص في فرنسا بلغت آخر حصيلة إصابة 171 149 شخص وفاة 25673 شخصا بريطانيا بلغ عدد المصابين فيها نحو 195926 أما حالات الوفاة بلغ 29874 أما روسيا التي ارتفعت فيها عدد الإصابات وصلت إلى 167247 إصابة مؤكدة أما حالات الوفاة فقد بلغت 1539 حالة وفاة إلى ليبيا ومحليا تستعد البلاد هذه الأيام لاستقبال العالقين في الخارج وسط احتياطات وإجراءات وقائية ينقصها التنسيق المسبق بين لجان المشكلة التابعة لحكومة الوفاق والحكومة الليبية مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض تابعة مع كل الجهود المبذولة لعادة ليبيين العالقين في الخارج يبقى التنسيق الغائب ظاهريا بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجان المشكلة لدارة الأزمة في حكومتي الوفاق والليبية خاصة بعد إعلان الخطوط الجوية عن بديء أولى الرحلات للعودة بالليبيين العالقين في تركيا وفي ذات الوقت إعلان إدارة الرصد في مدينة البيضة عودة 135 مواطنا من مصر غياب التنسيق لم يكن وليد اللحظة في ليبيا فمنذ بدء الأزمة تعددت اللجان المختصة بملف مكفاحة كورونا ما أدى إلى زيادة في التصريحات الخاصة باحتواء الأزمة واختزال المركز الوطني لمكفاحة الأمراض للإعلان عن المستجدات في حال تم تسجيل حالة جديدة في ليبيا على الرغم من تأكيد الدكتور بدر الدين النجار مدير المركز أن المواطنين العائدين لوطنهم لن يدخلوا إلا بعد الخضوع للإجراءات الوقائية المتخذة إلا أن اللجان المشكلة في الحكومتين لم تكشف بوضوح عن خطتها ومدى تنسيقها مع الجهة المخولة بإدارة الملف والتي تتمثل في المركز الوطني لمكفاحة الأمراض أهمية التوضيح تأتي نظرا لدخول مواطنين من دول شهدت زيادة ضخمة في عدد الإصابات وهو الأمر الذي قد يدخل ليبيا في أزمة حقيقية إن لم تتوحد الجهود بإدارة المركز الوطني المسؤول الأول في ليبيا عن إدارة الأزمة للجان المشكلة أشار تقرير جديد لمنظمة الأمم المتحدة للطفول اليونيسيف بعنوان ضائع في الوطن إلى نزح ما يزيد عن 46 مليون شخص بينهم 19 مليون طفل في مختلف دول العالم هربا من العنف والصراع خلال العام الماضي كما تسببت كوارث طبيعية بتشريد الملايين المنظمة لفثت في تقريرها إلى ازدياد حاد في معدل النزوح الداخلي خلال السنوات الخمس الماضية إذ ارتفع العدد من 25 مليون ليتجاوز حاجز الأربعين مليون منهم نحو 40% من من تقل أعمارهم عن 40 عاما ونواهت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور في بيان لها بأن ملايين الأطفال النازحين حول العالم يفتقرون بالفعل للرعاية والحماية المناسبة وباتوا الآن معرضين للخطر بصورة أكبر في ظل انتشار فيروس كورونا ونقص الرعاية الصحية اطلع رئيس الحكومة الليبي عبدالله الثني في مقر إقامته بمديرة بنغازي على خطة وضعتها وزارة التعليم للثنين في العام الدراسي في حالة رفع حظر التجول المفروض لبوجات تفشي فيروس كورونا المستجد كوفي 19 وناقش ثني خلال اجتماع عقده مع وزير التعليم فوزي بومريز استمرارية بث الدروس التعليمية عبر القنوات الفضائية فيما أعلن بومريز انطلاق بث قناة ليبيا التعليمية التابعة لوزارة التعليم عبر موقع اليوتيوب أكد الوزير قرب الانتهاء من إعداد الملاك الوظيفي بوزارة التعليم كما ناقش ثني مع الوزير المشاريع المتعاقد عليها من قبل وزارة التعليم والصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 62 لعام 2020 بتشكيل لجنة لمراجعة كافة هذه التعاقدات وإعداد موقف نهائي بها وتصنيفها حسب نسبة إنجازها أصدر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بمدينة المرج زيارة لعائلات العائدين من مصر والموجودين حالياً في الحجر الصحي بفندق المرج السياحي فريق الرصد بالمدينة أوضح أن اللجنة أو لجنة المكلفة ستعمل على إعادة جميع المواطنين العالقين من مدينة المرج في دول الأخرى بالتنسيق مع جهة ذات الاختصاص وأعرب الفريق عن شكره لرئيس وعضاء المجلس التسيري ودوريات الدعم المركزي وشباب الهيل الأحمر ومفوضية كشاف البرج لوقفاتهم الجادة مع أبناء مدينة المرج لعادة لأجل عودتهم سالمين إلى المدينة أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابع بوزارة الصحة بالحكومة الليبية نوريا الفسي زيارة تفقدية لمركز العزل السريري الطبي بدرنا لمكافحة كورونا للاطلاع على سير العمل وتجهزات الطبية والخدمات المقدمة لحالات الرصد والاشتباه رفقة مدير إدارة المعورد البشرية محمد الجبالي ومدير إدارة الإعلام بالوزارة معتزة طرابلسي الزيارة تضمنت تفقد المركز السريري الطبي بمنطقة الفتاح المجهز بسعة ثلاثين سرير طبي منها عشرة أسرة عناية فائقة إضافة للاطلاع على سير عمل الأقسام وجودة الخدمات والإمكانيات بهدف دعم منظومة العلاج بدرنا ونطمئنان على جميع الإجراءات الطبية المقدمة واتباع كافة نظم الجودة والمعايير القياسية لمكافحة العدوى وإجراءات الرصد والتقصي والإنذار المبكر والاستعدادات لتنفيذ توصيات اللجنة العليا والاستشارية والوزارة إضافة إلى شرحا عن مؤشرات أداء مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمجابهة فيروس كورونا يواصل مركز الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لفيروس كورونا بمدينة البيضاء بالتعاون مع لجنة الاستشارية العليا لمكافحة الوباء إجراء الاختبارات للوافدين القدمين من مصر حيث وصل إلى المدينة ما يقارب عن خمسمائة وافد من مختلف المدن الليبية هذا وقد تم استقباله من قبل شبيبة الهل الأحمر وتخصيص العديد من الفنادق في المدينة لتكون أماكن خاصة للحجر الصحي طيلة الفترة المخصصة وتقوم فرق الرصد بالفحص الروتيني الخاص بالفيروس واخذ العينات لكل وافد ليتم التعامل مع الحالات فيما بعد بحسب نتائج التحليل المختبرية التي ثبتت الإصابة بكورونا من عدمها يتم الفحص بالتعاون مع اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة الوباء كورونا عن طريق تحليل الكوفيد اي جي جي اي جي ام رابد تست ويتم مدة الحجر اللي هي مدة 14 يوم داخل الفندق فريق الاستجابة السريعة مشكل تقريبا ما بين 25-30 عنصر يضم التمرير اطباء فنيين معامل بطبيعة الحال فريق الرصد والتقصي على مرتين او ثلاث مرات يقوم بالكشف عن العائدين المرة الاولى حول استقبالهم وفور وصولهم المرة الثانية قد تكون في اليوم الرابع عشر من وصولهم وهو اليوم الاخير ليقامتهم في الحجر الصحي ايضا هناك زيارات لهؤلاء العائدين ولهؤلاء الوافدين من دول الجوار بين اليوم الاول واليوم الرابع عشر لتأكيد والاطمئنان على سلامة كل العائدين بطبيعة الحال الحمد لله رب العالمين وضع مية مية معاملة حسنة وحتى الشعب والعالقين مستقبلين الموضوع بكل روح رياضية واريحية تامة بالعكس يعني قاعدين هنا يساعدوا في اللجنة التقصي والله غالب عليم عند الواحد يخاف عليه هالا قوم يخاف عليه روحه قال المركز الاعلامي للجنة الازمة لمجبهة وباء كورونا في بلدية سلمان أن المسحة الثانية المأخوذة من الدائرة الثانية المخالطة للحالة المصابة قد ظهرت نتائجها وجميعها سالبة قامت اللجنة بأخذ المسحة الثانية من الدائرة الأولى للمخالطين في المصاب وذلك يوم الأحد الماضي واليوم ظهرت نتائج هذه العينات وكانت جميعها سالبة بفضل الله وحمله أيضا اسمحوا لنا ولأول مرة أن نعلم عن اسم المصاب وذلك بناء على طلب أسرته وأخوته المصاب هو الأستاذ الفاضل نجمي موسى النكوع حقيقة لا يسعن لبسمي وبسم كل أعضاء اللجنة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والعفاة والاحترام لكل عائلة النكوع وأسرت الأستاذ نجمي موسى النكوع خاصة لما لمسناه منهم من كرم الخلق وطيب معاملة ووعي وثقافة تنمو عن طيب الأصل والمعدن الطيب الأستاذ نجمي تماثل بإذن الله للشفاء بفضل الله وحمده والعائلة قد أنهت مدة الحجر الصحي بسلامة وصحة وعافية وهذا من فضل ربي يمن به على من يشاء من عباده الصالحين وأخوتي أخواتي أن ما تقوم به بعض صفحات الوهم أو بعض الأشخاص من تمرير منشورات وتعليقات لعدم وجود الفيروس وأن الحالة غير مصابة وغير ذلك كلام لا يخرج من عاقل متعلم يعيش في كرة أرضية وعالم يتساقط فيه كل اليوم المئات بل الألاف من الصرع نتيجة هذا الوباء مع فرض إجراءة الحجر الصحي في ليبيا وحظر التجول للوقاية من فيروس كورونا ما زال العديد من المواطنين يعمدون لكسر الحجر لأسباب عدة متجهرين خطورة الأمر في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية أن ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى التقرير والتفاصيل ليبيا لم تصل لذروة العدوى هذا ما قالته منظمة الصحة العالمية التي دعت السلطات الصحية إلى توخي الحذر في مواجهة تهديد صحي خطير يمثله فيروس كورونا في البلاد ومع الإجراءات التي تتقدها الحكومات واللجان المركزية والفرعية والاستعدادات في المشافي والجهات العامة والخاصة للتوقي من الفيروس مع فرض حضر التجول لدواع صحية إلا أن العديد يخرقون الحذر ويكسرون الحجر ضاربين بهذه المخاوف الحقيقية عرض الحائط من بين الحالات التي يصفها المراقبون بالمتعمدة هي فتح المقاهي سرا أو علانية في بعض المناطق ليرتادها الزبائن لابتياع القهوة في رمضان ومع إغلاق العديد منها بالشمع الأحمر وحتى القبض على أصحابها إلا أن العديد ما يزال يتعمد فتح مقاهة في هذه الظروف إضافة إلى الحلقين المتجولين الذين يزورون البيوت خلصة وربما يكونون سببا في انتشار الفيروس كما يعمد بعض الباعة إلى نقل بضائعهم في سيارات وإيصالها إلى الزبائن كما حدث مع بائع الحلويات الذي تم القبض عليه يبيع منتجاته في سيارة غير مناسبة ولم يراعي لا الاشترافات الصحية ولا معايير السلامة كذلك بعض المحال التجارية ذات الطبيعة غير الاستهلاكية كالملابس وصلاة الألعاب وغيرها كما حدث في الشهر الكريم أن عددا من الجيران والأصدقاء باتوا يجتمعون في أحد الأماكن لأداء صلاة الترويح جماعة في وقت تستمر فيه الجهات العامة في إغلاق المساجد خوفا من انتشار الوباء وغيرها الكثير من الممارسات التي توصف على أنها استهانة من قبل البعض من خطر الجائحة فيما تزال السلطات الصحية تحدر مخطورة ذلك وتستمر في دعواها بالالتزام بإرشادات الوقاية خلال هذه الفترة لترك الفرصة للجهات المعنية في وقف زحف الفيروس الذي لم يرحم أحد وحصد أرواح أكثر من ربع مليون شخص حول العالم دخل تونس مرحلة الحجر الصحي الموجة التي سوف تتواصل تتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من مايو الجاري بعد عملية تقييم الوضع الحالي للبلاد تفاصيل مرحلة الحجر الصحي الموجه في هذا التقرير بعد عملية تقييم شاملة للوضع الصحي في تونس تم البدء في مرحلة الحجر الصحي الموجه التي سوف تتواصل إلى غاية الرابع والعشرين من مايو الجاري هذا الإجراء بحسب المسؤولين فرضته ضرورة تنشيط الحياة الاقتصادية مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصارمة رجعنا في نتاق العمل بالحجر الصحي الموجه ورجعت البلدية فيه متمثلة فيه كامل المصالح متاحة وقاعدين أمنوا بنسبة 100% كامل المصالح إضافة بتبقى الحال المصالح من النظافة والتعقييم هذا الحجر الصحي الموجه يرص على مواصلة إخضاع كبار السن والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال دون 15 سنة إلى إجراءات الحجر الصحي الشامل كما يلزم المواطنين اتباع دليل السلامة الذي حدده معهد الصحة والسلامة المهنية والذي يتمثل في ضرورة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وإلزامية النقل الذاتي بالنسبة للمؤسسات وتعيين مسؤول في كل المؤسسات المعنية بالعودة التدريجية للعمل عملنا معناتها على أساس أنه يقع معناتها التباعد الاجتماعي فيما يخص معناتها عملنا حواجز كما شفته وعملنا كل معناتها ترساج كل مواطن يقف ميتره على صاحبه وبخصوص قطاع الخدمات فإنه سينطلق في المرحلة الأولى بالخدمات المالية بنسبة 50% وعن قطاع الصناعة فستعود جميع الشركات الصناعية ب50% من الطاقة التشغيلية القصوى مع توفير النقل الذاتي للمؤسسات مرحلة الحجز الصحي الموجه في مضمونه إجراء وقائي فرضته الضرورة الصحية والمتطلبات الاقتصادية وهي معادلة الصحة والاقتصاد التي تعتبر اليوم من أعقد المعادلات وأصعبها على الحكومات بحث الرئيس التونسي قيس سعيد والرئيس الحكومة ليسر فخفاق تطور الوضع الصحي في تونس وما يقتضيه من تعديل في الإجراءات حتى تعود الحياة تدريجيا إلى مجرها الطبيعي خاصة في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم في هذا الإطار تم نظره في الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الحجر الصحي الشامل في نتائج الحجر الأولي بعد تخفيف إجراءات العزل كما تناول لقاء الوضع الاجتماعي بوجه عام أثار الإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج التي ينتظر تحقيقها بعد الرفع الجزئي للحجر ومن بين المواضيع التي تم تناولها بالدرس أيضا الحرص على استمرارية كل المرافق العمومية للدولة وتوفير الخدمات للمواطنين في ظروف تسمح بالحفاظ على صحتهم وحصر العضوى يشدد الرئيس الأمريكي في كل خطاب له اتهاماته للصين بالمسؤولية عن تشار فيروس كورونا رغم مخالفة العديد من حلفائه لأراءه مرجحين أن الفيروس لم يكن من صنع الإنسان ولم يعدل وراثيا اتهامات لا ينفك يكررها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين بالأقوف وراء انتاج فيروس كورونا المستجد وانتشاره انطلاقا من مختبرات ووهان ومرة تلو أخرى كرر وجود دلة دمغة على ذلك غير أنه لم يعرض أي منها في جميع مؤتمراته الصحفية والتي باتت سمتها الأبرز مهاجمة الصين وتحميلها المسؤولية بل ومطالبتها بتعويضات عن كل الخسائر التي لحقت باقتصادات العالم جراء حالات الإغلاق والتي رافقت الوقاية من انتشار الفيروس ترامب يبدو وحيدا في تغريداته خارج سرب حلفائه المحللين والدوليين إذ يبتعد أولئك عن الاتهام المباشر متوخين الحذر بشأن تبني رواية ترامب التي لم تستند إلى أي أساس علمي أو منطقي فقد أشار مسؤولون بريطانيون إلى استحالة تأكد من منشأ الفيروس مرجحين فكرة أنه بدأ من سوق لبيع الحيوانات لكنهم لم يستبعدوا خروجه غير المتعمد من أحد المختبرات في وحان الصينية أما رئيس وزارة إسراليا سكوت موريسون فقد تبني الاحتمال الأول مضيفا أنه لا يمكن أيضا استبعد باقي السيناريوهات محليا انضم رئيس الأركان مارك ميلي إلى قائمة المشاككين برواية ترامب قائلا في مؤتمر صحفية إن وزارة الدفاع لا تعرف أين ظهر فيروس كورونا المستشد وما إذا تم تطويره في مختبر بمدينة ووهان وكان قبله وكالة الاستخبارات المركزية قد ذكرت أنها تؤيد الإجماع العلمي الواسع على أن الفيروس لم يكن من صنع الإنسان ولم يعذل وراثيا صورة اليوم مشاهدين من ووهان النقطة صفر لتفشي الفيروس حيث عادت المدينة إلى مبارسة الحياة الطبيعية بعد انحسار الوباء بإجراءات صحية للوقاية الصورة لمعلم في فصل مدرسي يرتدي أدوات الوقاية والحماية كذلك الطلاب في اليوم الأول من عودتهم إلى الحرم الجامعي في بقاطعة هوبي في قصة نجاح على الجائحة عنوانها الالتزام المجتمعي ترجمة نانسي قنقر إذن ختام ونشرة تطورات كورونا حول العالم المزيد تابعونا عبر الموقع الالكتروني 218 tv.net في القسم الخاص بفيروس كورونا وجديد الأخبار في هذا القسم الخاص مشاهدين وصلنا إلى الختام في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر